بص بقى جول مصطفى شلبي ارجعوا لي يا جماعة بصوا عشان بس ديكم معلومة حاجة مش طبيعية ومش منطقية وقف كابتن أحمد حاجة مش طبيعية ومش منطقية ان انت الكرة يكون مشكوك فيها انها تسلل وما تنزلش الخطوط اللي حصل ان على الظار في عمر الشيناوي ده حكم فار وراحكس عالم وبتاع ناشئين وبتاع فالمهم الكرة بين شكلها تسلل يعني الشكل اللي عام بتاعها تسلل فابتدى الحكم الفار يبص عشان يأكد الكرة هدف ولا مش هدف المساعدة الحكم حسبها جول تمام فالطبيعي قال لك خلاص جول فكل الجمهور مستني ايه الفار الخطوط تنزل عشان تأكد سلامة ومساعدة شالب الفار منزلش سألت قلت الفار منزلش ليه وهل هل الفار كان متعطل مثلا منزلش ليه فقال لك لا الفار ما كانش متعطل وان الكرة اتشافت وتحددت بال بال بالخطوط ولكن الابريتر ما نزلهاش وما بعتتش للمخرج عشان تنزل فقلت ده مش تمنطقي ومش ازاي يعني قال لك نادي سموحة طلع بيان على فكرة نادي سموحة مهندس فارك عامر ضد الحاكم وليسماعيلي طلع بيان النهاردة بسم الله ما شاء الله كل البيانات شغالين فقالوا لو سموحة حابب يشوف الحالة هي موجودة على الهرض وموجود صحة هدف مصطفى شلبي الحالات دي حصلت مرتين قبل كده فبلين نزلتش انا مش عارف مرة قبل كده كان المصري والاهلي وبرضو الحالة من نزلتش كانت حالة جدلية المصري جاب جون بعد كانت حسب تسلل ومرة تانية الزمالك والاهلي في المملكة العربية السعودية جون إمام عشور برضو الخدوط من نزلتش بعد تحديد الهدف لكن تعال بص الحالة بقى ونشوف واحدة واحدة كده كابتن حمودة غادة دوقتي تسلل 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 وقف وقف هنا هنا بقى بص هم بيحسبوا الرجل اللي تحت اللي تحت حمزة المسلوسي لا لا رجل مغطي تماما الرجل اللي تحت حمزة المسلوسي على خط واحد وفي رجل تانية على فكرة جوه مش باينة خالص رجل رجل اللي هو تالت واحد بس الرجل حمزة المسلوسي دي مغطية ولا ممكن ولا ممكن أنا حاس يعني فيها شك بس هال رجل اللي هو شايف الرجل الشراب الازرق اللي هو. اه شراب الازرق ده. ده مغطي مليون في المية. مغطي? مليون في المية. تقدر نشوفها من الزاوية دي? هدف هدف صحيح جدا. بس برضو. كبت خالد. اه. اه. انت قلتها. اه. اه. انت لايه بكرة وبتحسها. اه. انا لايه بكرة وانت لايه بكرة. اه. الكرة انت شايف رجل رجل اخر رجل شراب ازرق دوت. اه. على خط واحد مع كعب مصطفى الفتح. اسمه اه. اللي جاب الجون اسمه. مصطفى شلجي. اه. انت فهم? طبعا لا طبعا مش قصير. بس هو برضو. يعني قولا واحدا ما نقدرش نحددها مليون في المية. يعني تقنية الفر. للنظرة الاولى كده ما في حاجات في حاجات في حاجات مثلا ايه اللي انا اختلف فيها او حاجات بعيدة زي اول شفت انت وردتني اول حالة قلتلك ايه. اه. لأ صعبة. اه. لا دي بينا. يعني انت شاف ان اللي هو الرجل اللي تحت اه. اللي تحت مصطفى. الشراب الازرق اللي هو ده. الازرق ده اقرب لجون من مصطفى شلبي. مغطي تماما. انا مش شافها تماما. انا شافها ممكن تكون على خط واحد. طب ما هي على خط واحد خلاص يجوه. ممكن مشكوك فيها. بس قصدي القصة ان لازم الخطوط تتحط. طبعا ما انت لازم ما لازم حط خطوط عشان الالقي لو القول. صحيح. انت فاهم لازم حط خط. انت فاهم وانت بتقول يعترض. صحيح. طب اللي انت عملت كده مع غير ومعملتش مع ليه. يبقى لا فيها حاجة. انت فاهم وانا حق. يعني انا يا جماعة مع كل احترام والتقدير. انا وكابتن احمد حمودة بنتكلم في التسلل تسلل ومش تسلل. على فكرة ممكن حمودة يكون غلط. وانا غلط. الخطوط هي اللي بتحدد. فانا المفهوم. ليه الخطوط. مع اننا احنا ابتدينا. حاجة مش طبيعية. يا كابتن خالد. احنا في مصر ما يلعب في خطوط. يعني احنا للأسف. احنا احنا بص اقولك الحاجة. اتقال كده. في مشكلة التخطيط. بص بص كابتن اقولك الحاجة. احنا احنا للأسف يعني احنا انت طبعا احنا لعيبة ولعبنا. طول عمرك يقولك ايه. الاصل التحكيم ده جزء كويس جدا في يعني جزء الاخطاء التحكمية ده. جزء من اللعبة. حاجة. بس ده قبل الفرع فكرة. لا احنا من عايز اقولك من عايز اقولك احنا عانينا من مشكلة التحكيم. احنا بنلعب. اه. فدلوقتي احنا قلنا جي الفر زي ما جينا الناس كلها. صحيح. اه. فالفر اول سنتين مش كويس قوي. اه. مش كويس قوي. لان احنا كمصريين احنا فهلويين شوية. اه. مش عارفين نعمل ايه الحاجة الجديدة دي. اه. مش كويس قوي. وانت حتى لو رحزت كل المتشاط. لا كله كان بياخد حقه تماما. ابتدي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة